محمود زي ما قال جيمي ممكن يكون الاهلي بيمر بمرحلة مش هي الافضل بالمقارنة بالنادي اللي انا كنتقول ده في المقدمة انه احنا لما بنقول الاهلي مش جيد فاحنا بنقارن الاهلي بنفسه اللي هو كان نهاية الموسم الماضي فاحسن احواله بس في كل الاحوال الاهلي على مستوى النتائج مش اسوأ شيء يعني حتى لو خسر دور افريقيا وحتى لو خسر السوبة الافريقية واحنا كنا متفقين حتى من شوائك واحنا منتكلم انه الاهلي دخل بسرعة في منافسات صعبة جدا شوف يا كريمة هو مكسب النهاردة مكسب معناوي مهم جدا جدا للنادي الاهلي لان احنا كنا بنتكلم قبل كده وقلنا ان النادي الاهلي دخل سخنة قوي في اجواء البطولات من اول الموسم ان انت بتخش على بطولة سوبر وبعد كده بتخسر بطولة السوبر وتخسر على السوبر الافريكي وبتخسر بطولة السوبر الافريكي مع كي بتبدأ تخش في الدورة وبتعملش نتائج كويسة حصل تزبزب في المستوى والروتيشن اللي بيحصل كتير خلى شكل النادي الاهلي جمهير النادي الاهلي بدأ اتقل عليه فمكسب النهاردة مهم ومعناوي ليه عشان استعادة الثقة مرة اخرى لان بصراحة شديدة يا كريم فيه ازمة ثقة كبيرة موجودة عند لعبي النادي الاهلي من الرن او من الحصل اخر فترات قبل ما يكون فيه توقف دولي ولكن فيه افة كبيرة جدا موجودة عند النادي الاهلي ومكملة معنا وهي اضاعة الفرص الكتيرة للاعبي النادي الاهلي ليه بنتكلم على الحتة دي عشان يا كريم ارجع اقولك دي مشكلة كبيرة جدا هتواجه النادي الاهلي اللي كمان عشر اخمستاشر يوم هيبدأ يسافر عشان يروح كاس العالم في السعودية هيلاعب فرق مختلفة تماما عن كل الفرق النادي الاهلي بلعبها سواء داخل القرى او سواء داخل مصر لو احنا هنستعرض انا بتكلم معك النادي الاهلي النهاردة كريم شط ستة وعشرين تزديدة على المرمى رقم رهيب رقم كبير جدا 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 وكانت فيه اكتر من تمن او تسع فرص محققين النادي الاهلي يقدر ان هو يحقق بهم المكسب فدي كانت المشكلة الكبيرة اللي موجودة عند النادي الاهلي واللي تاخدنا بالزاكرة نرجع السنة اللي فاتت ماتشاط الافكاس العالم الأندية ريال مدريد ماتشاط فلمينجو ماتشاط سياتل كان فيه مشكلة كبيرة جدا عند النادي الاهلي في اضاعة الفرص الكتيرة بص يا كريم ده اجمالي عدد التزديدات بتاعة النادي الاهلي النهاردة على مرمى ميدياما ستة وعشرين تزديدة انا اللي فارق معايا في كل الجراف ده حاجة واحدة بس كم الكور اللي تشاطت من داخل منطقة الجزاء اللي من بره منطقة الجزاء تمن كور فقط فانت بتتكلم على تسعة تاشر تزديدة داخل منطقة الجزاء ما بين بلوك بيحصل من مدافع ميدياما او ما بين كم الفرص اللي بيحارس طلحها اول كورة تطلع بره التارجد بره تلت خشبات خالص فده انذار خطر كبير جدا قبل ما تروح تكسع علم الاندي كلم عشان بس اوضح للنادي النادي النهاردة تكلم فيها مارسي كورور في المؤتمر الصحفي قالك احنا اكتر الفرق صناعة للفرص واكتر فرق تسجيل الاهداف واكتر الفرق اضاعة للفرص فهو لو عارف يوصل الى انه يوصل لستة وعشرين محاولة على المرمى او حتى خارج المرمى بستة وعشرين فرصة او ستة وعشرين محاولة وتسجيل منهم تلات اهداف يعني من نسبة تقريبا حداشر او اتناشر في المية فقط فده نسبة قليلة جدا 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 وانت كريم وانت مش كل مباراة هتعرف توصل ستة وعشرين ومش كل مباراة هتقدر ان انت يبقى عندك الفرصة زي ما انت بتقول ان انت يبقى عندك تزديدة واثنين وثلاثة وعشرة ان انت لما تروح تلعب النادي التحاد جدا السعودي في كاسة عامل ان ده وده اللي بنسبة كبيرة هيبقى الماتش سجال والكورة اللي هتروح لازم تبقى محسوبة بشكل كويس جدا فاللي مفروض يشتغل عليه الفترة الجاية مارس الكولر هو ازاي انه يحصل تدريبات منفردة للاعبي الخط الامامي علشان خاطر الحاجات دي بتفرق جدا مع اللعيبة ازاي ان انا استلم الكورة اخدها الجوة اخدها البر كل ده التنمية المهارات اللاعب نفسه المهارات الفردية هي اللي هتفرق مع نادي الاهلي فترة اللي جاية دي التعامل النفسي شيء مهم جدا لان انا بقولك فيه ازمة ثقة النهاردة في قرارات لعيب النادي الاهلي ومش من النهاردة بس المتشاطة التانية الضغط لما بيزيد ولما الكلام بيكتر على لعيب النادي الاهلي يا كريم ان الاهلي مش كويس بتلاقي اللعيبة بتعمل قرارات غريبة وده اللي شفنا النهاردة